اهلا بكم من جديد ربما لم يكن النظام السوري يتوقع ان تصل تدعيات حركة التغيير التي تشهدها دول عربية عدة الى بلاده ايضا لاعتبارات كان يعتقد انها تحصن سوريا في وجه هذا الاعصار لكن تبين بعد ذلك ان تقديراته لم تكن واقعية بدأت الحركة بتظاهرات محدودة وفي مناطق محدودة ايضا تطالب بالاصلاح لكن تعامل القوى الامنية معها فاقم الوضع وادى الى ما وصلت اليه اليوم وفي مراجعة سريعة للأيام التسعين التي مرت على الحركة الاحتجاجية يطرح السؤال حول الاخطاء التي وقع فيها النظام وادت الى تفاقم الوضع بهذا الشكل واستطراضا لو تعامل النظام مع هذا التحرك في بداياته بطريقة مختلفة هل كان الوضع قد تفاقم الى الحدود التي وصل اليها ام كان بامكانه استيعاب التحرك في بدايته التظاهرات السلمية التي خرجت في ساحة المرجى قلب العاصمة السورية لنحو 150 متظاهرا يوم السادس عشر من مارس للمطالبة بالافراج عن معتقلين لفتت انظار عالم شكك في ان تكون سوريا قد اصيبت بعدوى الثورات التي سبقتها اليها دولا عربية لكن تكرارها بعد ذلك بيومين في مدينة درعا في الجنوب قطع هذه الشكوك منذ البداية كانت تظاهرات درعا التي طالبت باصلاحات عنيفة قتلت قوات الامن خلالها ثلاثة من المتظاهرين واستمر فيها العنف والقتل بعد محاصرة المدينة وتحويلها الى مسرح للاشتباكات والاحتجاجات بعد ايام خرجت مستشارة الرئيس السوري بوثين شعبان لتعلن مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل لجنة تشرف على سلسلة من الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على امل احتواء الموقف المتفجر الا ان ذلك لم يتم ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم من اصلاحات الى اسقاط النظام مثيرين غضب السلطات التي تعاملت مع الازمة بالمزيد من القمع بعد اندلاع الاحتجاجات باربعة عشر يوما خرج الرئيس الاسد لاول مرة امام البرلمان قروجه اثار الخيبة بعد ان حمل من سماهم بقلة من مثيري الشغب باثارة الفوضى بعد ذلك بيوم اعلن تشكيل لجنة لدراسة استبدال قانون الطوارئ بقانون مكافحة الارهاب كما شكل حكومة جديدة برئاسة عادل سفر لكن الاحتجاجات لم تتوقف وانتشرت في عدة مدن سورية خاصة في الشرق حيث المدن الكردية الا ان اعنفها استمر في درعة بدأت التظاهرات تخرج كل يوم جمعة تحت شعار مختلف يشيع بعدها المتظاهرون القتلى يوم السبت افرجت الحكومة الجديدة عن من تم اعتقالهم في التظاهرات واصدرت مرسوما بالغاء حالة الطوارئ الا ان ذلك لم يمنع استمرار العنف حيث قتل مئة شخص على الاقل برصاص القوات السورية استمرت درعة في حصد مزيد من الضحايا حينما اقتحمتها قوات الامن المدعومة بالدبابات في محاولة لاخماد الاحتجاجات شهدت عدة مدن سورية اعمال عنف وقتل كان ابرزها ما حدث في مدينة الرستن قرب حمص التي قتلت فيها القوات السورية 17 متظاهرا فاستقال 50 نائبا اعتراضا على ذلك وكذلك في بنياس واللذيقية وحماوة الكلخ ومعبر البطيعة على الحدود مع لبنان الذي شهد فرار سكان من تلك المنطقة الى الاراضي اللبنانية وحاليا العملية العسكرية التي ينفذها الجيش في جسر الشغور اثر مقتل اكثر من مائة عنصر من عناصر الجيش قالت الرواية الرسمية انهم قتلوا بأيدي عصابات مسلحة بينما تقول المعارضة انهم قتلوا لرفضهم اطلاق الرصاص على محتجين وما تل ذلك من نزوح للسكان نحو الاراضي التركية واليوم اجتاحت التظاهرات العاصمة دمشق وحلب التي كانت التظاهرات فيها خجولة قبل ذلك معنا من دمشق السيد عصام التكروري استاذ القانون العام والكاتب الصحفي معنا من واشنطن سيد محمد العبدالله الناشط الحقوق السوري ومعنا من القاهرة السيد صالح السعيدي الكاتب الصحفي الكويتي اهلا بكم جميعا وابدأ معك سيد عصام التكروري ضيفي من دمشق اولا هل هناك حديث في دمشق عن ان السلطات ربما اخطأت في التعامل بالبداية مع حركة الاحتجاج مما فاقم الوضع الى ما نراه اليوم طبعا في البداية اسمح لي ان نترحم على ارواح الشهداء الذين سقطوا خلال حركة الاحتجاج هذه وعلى ارواح شهداء الجيش العربي السوري وقوى الامن وعناصر الشرطة ايضا مما لا شك فيه منذ البداية كانت لا شك ان هناك كانت اخطاء قد ارتكبت وهذا السبب الذي دفع الحكومة السورية الى تشكيل لجان تحقيق مختصة في معرفة الاشخاص الذين اطلقوا النار على المتظاهرين السلميين واحالتهم امام القضاء نزيل وهنا يجب التأكيد على انه في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة حما قبل الاسبوع ما قبل الماضي ايضا جرى احالة الرئيس فرع العامل العسكري ومعاونيه الى احالتهم ايضا الى التحقيق للتحقيق في قضية سقوط شهداء من المتظاهرين السلميين اذا نحن في سوريا انا اريد ان اؤكد على قضية ان الدم السوري هو دم حرام وكل من يستهدف سوريا سواء كان مدنيا او عسكريا او من عناصر الشرطة يجب ان يلقى جزاؤه ايا كان الشخص الذي استهدفه لذلك وبعد تسعين يوما على الاحتجاجات انا اقول ان القضاء السوري سوف يعاقب ويجب عليه ان يعاقب كل من تورط في سفق دم اي سوري سيد محمد العبدالله اين ترى الاخطاء التي تم ارتكابها في سوريا بحيث تفاقم الوضع الى ما هو عليه الان هل هي اخطاء تقصير ام انها اخطاء امنية ام انها اخطاء بقرارات سياسية من النظام ام ماذا الخطأ الاكبر هو على صعيد القرار القرار السياسي التي اتخذته السلطة الرئيس الاسد رفض واستمر برفض مطالب الاصلاح حتى قبل التظاهرات بايام اتصل به رئيس الوزراء التركي اردوغان وحثه على الاصلاح وعرض مساعدة تركيا في ذلك لكنه ضرب مثل هذه العروض عرض الحائط ثم قام استخدام الحل الامني هو اكبر خطأ يعني معاقبة المدن بهذه الطريقة بالدبابات وقصفها بالمدفعية وبالامس كان هناك تطور بارس جدا استخدام المروحيات لقتل المدنيين والمتظاهرين العزل في سوريا لأول مرة منذ بدء الثورة استخدام الدبابات مدافع الهاون المدفعية الثقيلة الرصاص المتشضي لأمر للقناصة بالضرب في الرؤوس والصدور كل هذه اخطاء وهذه جرائم عن سبق التصور وتصميم اخترفها الرئيس الاسد وكل هذه الدماء برقابه وبرقبة شقيقه ماهر الاسد وقادة الاجهزة الامنية هناك جرائم ضد الانسانية ارتكبت في سوريا تسأل عنها هذه الزمرة الحاكمة اما الحديث انه ولقوا تل بعض المتظاهرين اكثر من الف شخص اكثر من الف شهيد سقطوا في هذه الثورة هناك اكثر من عشرة الاف معتقل اسمحوا الاعلام بالدخول الى صالة الفيحاء مقابل فرع الامن السياسي في الفيحاء في دمشق تم تحويل الملاعب لمراكز اعتقال جماعية هناك عقوبات جماعية تفرض على المدن التي تتظاهر والتي تحطم تماثيل الرئيس حافظ الاسد او بشار الاسد او تزيل الصور هذه هي المعيار المعيار الوحيد ان تمثال بشار الاسد وحافظ الاسد اغلى من الاف السوريين ومن دمائهم واغلى من سوريا واغلى من الوطن السوري ضرب المواطنين بهذه الطريقة فقط لانهم اعتدوا سيد محمد سيد اسامة كروري اشار الى تشكيل لجان تحقيق منذ البداية لتحقق في مقتل المدنيين مع اننا حتى الان لم نسمع اي نتيجة صحيح تم تشكيل لجنة التحقيق في درعة اولا بعد قيام محافظ درعة عاطف نجيب ابن خالة رئيس جهاز الامن السياسي عاطف نجيب ابن خالة بشار الاسد بقتل الناس وفتح الرصاص الحي على المواطنين ثم قالت لجنة التحقيق انه تم اعفاء من مناصب وثم اتضح انه نقل الى ادلب وهو يقود بعض العمليات الان في قتل المواطنين هناك نحن لا نصدق السلطة لدينا مجموعة من الكذابين في السلطة في هرم السلطة تكذب على المواطنين وتبيعهم الوعود وحقيقة ما يواجه المواطن السوري في الشارع هو الرصاص الحي الدبابات ومؤخرا اصبحت الطائرات رأينا ما يحصل على الفيديوهات والفيديوهات اكثر يعني واضحة الجنود يرقصون فوق جثث المواطنين الجنود يلتقطون صور فوق المواطنين المعتقلين والمكبلين في حمص وفي درعة وفي غيرها من المناطب اي حديث عن لجنة التحقيق او عن من اعتدى على الجيش هو حديث يسخر من كرامة الشعب السوري ومن ذكاء الشعب السوري والشعب السوري لا يصدق هؤلاء هم مجموعة من شبيحة الاعلام يعني يلقون الكلام هنا واناك هو نفسه ضيفك عصام التكروري عندما اتينا بفيديو البيضة عندما اعتدى اهالي الجيش والمخابرات على اهالي البيضة وقاموا باذلالهم واهياناتهم انا وهو كنا ضيوفك في هذا البرنامج قال ان هؤلاء في البشمرقة وفي العراق وانا الفيديو غير صحيح وانا كل هذه الامور مفبركة نحن لا نصدقها هؤلاء سيدتي الشعب السوري يتعرض لمذابح على يد السلطة ويخرج مجموعة من شبيحة الاعلام ليبرروا ارتكاب مثل هذه المجازر وهؤلاء سقطوا في عيون الشعب السوري قبل ان تسقط سلطتهم التي ينطقون باسمها قبل ان انتقل لك سيد صالح السعيدي سيد عسام التكروري واضح انه الثقة معدومة ما بين نظام السوري او من يتحدث من داخل دمشق مع النظام السوري ويوصف بانه مع النظام السوري وما بين المعارضة او حتى مع المحتجين في الشوارع لماذا برأيك فقدان هذا الثقة الى هذا المدى طبعا في البداية اسمح لي ان اؤكد على انني قدمت اعتزاري عن التحليل الخاطئ الذي قدمته الى فيديو البيضاء ودعيت جميع الاشخاص الذين تعرضوا للإهانة ايا كانوا على يد من يظهر في الفيديو وقلت على انني مستعد لان اكون محاميا عن كل شخص تعرض للإهانة ويظهر في هذا الفيديو ايا كانت هوية الاشخاص الذين يهينيهم هذا من جهة من جهة ثانية انا اتمنى على الاشخاص الذين يخطئون ايضا بحق الوطن السوري ان يقدموا اعتزار الى الشعب السوري على المعلومات الخاطئة التي يهيمون الشعب السوري ويهمون العالم على انها معلومات صحيحة ويدلون بها على انها هي من البديهيات مثل ما؟ انا اريد ان اؤكد على ان كل الاشخاص حديث ضيفك عبدالله عندما قال بان سيد عاطف نجيب هو موجود في فرع ادلب انا اؤكد على ان سيد عاطف نجيب ما زال معتقلا نتيجة لتصرفاته الخاطئة التي ارتكبها في درعة هذا من جهة من جهة ثانية اتمنى على جميع ضيوفك وتعملنا على جميع الاشخاص الذين يشاهدون قناتكم ان يميزوا ما بين حركة التظاهر السلمي تلك الحركة التي اعتبرها انا حركة مباركة والتي لولاها لما دفعت لما سرعت بعجلة الاصلاح في سوريا ولولا استجابة القيادة السورية للدعوة للاصلاحات التي وجتها تلك الحركة الاحتجاجية لكنا اليوم نمشي في الاصلاحات بخطة بطيئة هذا من جهة ثانية من جهة ثالثة انا اريد ان اؤكد مرة ثالثة على ان الاشخاص الذين لا يميزون بين حركة التظاهر السلمي من جهة ومن بين الاعمال التي تقوم بها تنظيمات المسلحة من جهة هم يضعون الحركتين في وعاء واحد هذا الامر سوف يجهد حركة التظاهر السلمي ويجهد الاصلاحات التي نادت بها والتي بدأتنا نلمسها على الارض رابعا وهنا اؤكد لا يجوز طرح مسألة بدون ان يكون هناك دليل عليها ضيفك عبدالله لم يقوم بتقديم اي دليل على ما يقول به من قيام المرحوحيات بقصف وضرب كل ما هو علاقة بالتظاهر السلمي ضيفك عبدالله لا يميز على الاطلاق ما بين التظاهر السلمي من جهة وما بين التنظيمات المسلحة التي تستهدف المتظاهرين السلميين والمدنيين والجيش والشرطة من جهة ثالثة لذلك انا اطالبه بتقديم اعتذار الى الشعب السوري عن تلك المعلومات التي يدعي انها صحيحة دون ان يقدم اي دليل مادي عليها واذا كنتم اتمتع بشجاعة لتقديم اعتدار عما قلته بانه خاطئ فهو يجب عليه ان يعتذر على الشعب السوري لما يلفقه له ولما يلفقه المتظاهرين السلميين من تهم قبل ان نخرج من هذا الموضوع على الحديث عن الادلة يعني اذا كنتم تطالبون سيد محمد العبدالله او غيره او حتى الاعلام بتقديم ادلته فمطلوب من السلطات السورية ايضا ان تقدم ادلتها على وجود هذه الجماعات المسلحة الحقيقة لا يوجد دليل حتى الان ملموس يعترف به العالم انه في جماعات مسلحة داخل سوريا بهذا التنظيم الذي يتم الحديث عنه لكن ربما يقول بعض انه في سلاح هنا وهناك لكن بشكل فردي يستخدم شكل فردي وليس بجماعات منظمة كالتي شهدناها في اكثر من مكان في العالم سأعود اليك سيد عصام التكرور والسيد محمد العبدالله لمواصلة هذا الموضوع سيد صالح السعيدي كونك مراقب من بعيد لما يحدث في سوريا اين تعتقد انه النظام اخطأ هل اولا النظام اخطأ بطريقة تعامل عنفوانية ان هذا النوع من النظام لا يحتمل فكرة ان يخرج شباب للشارع يعني يشبه النظام القذافي عندما قال من انتم ان يخرج ناس في الشارع ويقولون له انك اخطأت بحقي في كذا وكذا وانا اريد الاصلاحات ام ان النظام كان عنده قرار مسبق بانه اي حركة احتجاجية تشبه ما حصل في اي دولة اخرى عربية سيتم التعامل معها بهذه الطريقة ام ربما لك رأي ثالث يعني سؤالك هو افتراضي اذا تحدثنا عن نظام طبيعي النظام فيه بعض الاخطاء قد يحاول او يصلح فيها لكن النظام السوري لديه اشكالية كبرى انه غير قابل الاصلاح ليست الغضية في ان النظام يختار بين ان يكون يختار هذا السلوك من الاصلاح او هذا التوقيت المشكلة ان النظام غير قابل وليست لديه القدرة ولا الامكانية على الاصلاح لان اصلاح النظام ببساطة يعني انهيار النظام هذا النظام يشبه النظام على الطريقة السلينية مغلق يعني لا يجد فيه اي افق للاصلاح محكوم بنخبة مغلقة لا يمكن النفاذ منها بطريقة عسكرية بطريقة امنية لا توجد للنظام اي سياسة الشيء الوحيد الموجود عند النظام السوري هو الامن والقمع لا يجد اي شيء اخر وبالتالي اي فكرة او اي خيار عن الاصلاح يعني ببساطة انهيار نظام تخيلي معي ان هذا النظام لو فرضا ذهب في الاصلاح ولو انه كان نظاما طبيعيا نتحدث هل يمكن لحزب البعث ان يحرز اي نتيجة في انتخابات حرة مفتوحة هو الان النظام الانتخابي في سوريا لمن لا يعرف قائم على احتكار مسبق يعني صادر على الشعب السوري حرية اختيار ممثلي هو يختار مسبقا مئة وخمسة وعشرين مقعدا لحزب البعث العربي الاشتراكي بدون اي انتخابات من اصل مئة وخمسين طبعا ثم هناك ما يسمى حزاب الجفة التقدمية الوطنية التقدمية وهي حزاب مختلفة يعني اقرب ما يليها انها تكون كاريكاتورية ليست لها اي تمثيل حقيقي ولها ايضا سبعة وستين مقعد المواطن السوري فقط يسمح له ان يختار اقل من ربع البرلمان السوري وبالتالي تخيلي معي لو كانت هذه الانتخابات السورية كم سيستطيع حزب البعث ان يحقق من المقاعد تاريخيا البعث في كل الانتخابات في تاريخ سوريا منذ الاربعينات لم يحقق اي نتيجة عن طريق الصناديق الاختراح هو اختطف الدولة وصرقها عام ثلاثة وستين في انتخابات سواء اربعين رئيس الحزب بذاته فشل في الحصول على مقعد في ثلاثة واربعين بشكل عفلة في السنة الاربعين عندما حصل انتخابات ايام سامي الحناوي لم يحصل الا ثلاث مقاعد وكلهم من القبائل منطقة دل الزور جلال السيد والسيد فرحان الدندل واخر من منطقة الاربعين في انتخابات التي شاهدت لها الجميع في تاريخ سوريا انها حرة ومفتوحة وهي جرت في فترة الانفصال في ديسمبر واحد وستين لم يحصل حزب البعث العربي الاشتراكي الا على خمسة عشر مقعدا فقط لا يتجاوز عشرة بالمئة من مقاعد البعث فبأي طريقة يمكن لحزب البعث ان يصلح هل يمكن ان يلغي المادة ثمانية من الدستور يحرز بطريقة السلمية وطريقة الديمقراطية إذن أنت تقول سيد صالح إذن أنت تقول بأن النظام ليس لأنه لا يستطيع إنما لأنه لا يريد أن يقوم بالإصلاحات وربما يكون هذا الخطأ الأكبر الذي ارتكبه إصلاح أي فكرة تشبه الجلاسلونست الذي قام به هذا النظام نظام استاليني النظام السوري يشبه فقط نظامين النظام السائد في كرة الشمالية والنظام السوفيتي السابق وهو بذلك أي محاولة إصلاح أو إحداث تغيير يعني انهيار نظام على من فيه والتالي النظام السوري ليست لديه قدرة إمكانية أو قدرة أن يجري أي بدل أنه هذا عشر سنة لم يجري أي شيء في خطوة واحدة في سبيل الإصلاح أنا أسأل لو يتكلمون عن تنظيمات مسلحة أو غير مسلحة نحن نصاحفين ونعرف صاحفين أن كل التنظيمات خصوصا التنظيمات الإسلامية عندما تطلق طلقة رصاف تصرع عشر بيانات تتنافس بين التيارات الإسلامية وجماعات المسلحة على تبني أي عملية حتى الآن لم يفعل أي فصيل مع كل هذه الأحداث يسر دعني أسأل سيد عسام التكروري وهذا يتحدث عن الدليل الذي هو مطلوب أيضا من حكومة دمشق أن تقدمه زي ما مطلوب من المعارضة أن تقدم أدلتها اللي الحقيقة هم يتحدثون عن فيديوهات نشاهدها عبر وسائل الإعلام الحديثة والتقنية أبرزها الإنترنت اليوتيوب والفيسبوك وكل هذه الأشياء اللي أصبحت متداولة حتى في سوريا يعني الناس ممكن تشوفها في بدايات الأزمة كان الحديث عن مندسين بين المتظاهرين يطلقون النار هنا وهناك على المتظاهرين السلميين الآن صار الحديث في دمشق عن جماعات مسلحة تستهدف قوات الأمن والجنود وين المفصل اللي عمل هذا التغيير في الحركة الاحتجاجية في سوريا سيدتي في البداية الحركة الاحتجاجية كانت حركة واضحة المطالب والمطالب التي طالب بها المحتجون هي مطالب طالب بها الشعب السوري كاملا لذلك عندما جاءت السلطة واستجابت إلى المطالب السلمية للمتظاهرين السلميون كانت هذه الاستجابة إلى استجابة حق ومشروعة وواجب عليها أن تستجيب إليها من هنا كانت ظاهرة الإصلاح وبداية الإصلاح كلما تقدمت كلما ارتفع سقف المطالب كانت السلطة وتأتي وتتبنى هذه المطالب وتوافق عليها طالب المتظاهرون برفع حالة الطوارئ وهو مطلب محق وقامت السلطة بالاستجابة له ورفعت حالة الطوارئ طالبوا بأن تكون هناك حراك سياسي حقيقي نحن اليوم بصدد تشكيل أحزاب جديدة في سوريا وهناك مشروع حوار أيضا يعمل عليه في سوريا المسألة هو أن حركة الاحتجاج هذه أو حركة التظاهر السلمي التي جاءت بالإصلاح وسرعت من وطيرة الإصلاح في سوريا يبدو أنها ترافقت بحركة مسلحة تريد أن تستخدم حركة التظاهر السلمي من أجل ليس الإطاحة بالنظام ولكن الإطاحة بالدولة السورية من هذا المنطلق أنا أجزم بأن حركة الحركة المسلحة فقط فسر لي هذه النقطة الفصل ما بين النظام والدولة السورية كيف يمكن لنا أن نفصل بينهما سيدتي عندما نتكلم عن دولة بمفهوم القانون الدستوري نتكلم عن ثلاثة أشياء عن الأقليم والشعب والسلطة السلطة يجب دائما أن تكون منبثقة عن الشعب النظام يأتي ويذهب هذا يجب أن يتم وفقا للآلية المعمول بها بالدستور أي يجب أن يكون صندوق الاقتراع هو الذي يقرر من سيحكم الدولة من هذا المنطلق يمكن للسلطة أن تتغير بناء على رغبات الشعب هذا في الحالات الطبيعية سيد عسام تكرمي أما الدولة فهي باقية أما الدولة فهي باقية عندما يتحدث المحللين والإعلاميين والكتاب عن ما يحصل في سوريا هم لا يتحدثون عن سوريا يعني ما في حد قال عن نزار قباني ولا حنمينة ولا إدلب ولا المناطق السياحية السورية أنا ليست جميلة يتحدثون عن أشياء تتعلق بالنظام وهيكلية بناء هذا النظام وطريقة تعاطي مع الناس ما جاوبتني على سؤالي الحقيقة لأنا حاب أعرف رأيك فيه بداية مندسين مندسين ضد مدنيين والآن جماعات مسلحة ضد أمن هل هذا لضرب الدول؟ في البداية أريد أن أؤكد على أن ما تشهده سوريا بدأ بشكل تصاعدي بدأ بحركات احتجاج وأنا قلت أن حركة التظاهر السلمي هي مشروعة وحركة دستورية ولكن المسألة كلما تمت الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين صار هناك تصعيد على الأرض لدرجة أننا وصلنا في سوريا إلى أن نميز ما بين التظاهر السلمي من جهة وما بين التنظيمات المسلحة التي تنشأ هنا وهناك من جهة أخرى هدفها الإطاحة برأس الدولة حركة التظاهر السلمي كان هدفها إصلاح النظام السياسي بالدرجة الأولى في سوريا وإصلاح النظام السياسي في سوريا هو مطلب ويجب أن تتم الاستجابة إليه وأنا أجزم بأن هذا الإصلاح السياسي بدأ من خلال رفع حالة الطوارئ وتشكيل أحزاب وسوف يستمر بل يجب أن يستمر إلى إيجاد تعديلات دستورية مفصلية تجعل من قانون الأحزاب وتجعل من الاحتكام إلى صراديق الاقتراع المدخل الأساسي لأي سلطة شرعية في سوريا كمان هذا ليس جواب على سؤالي وأنت تعرف أن هذا الوضع يحدث في كل دولة التي شهدنا فيها مظاهرات تبدأ الناس برفع شعارات تطالب بالإصلاح عندما يقتل أول شخص وتسيل دماء على الأرض يصبح الشعار إسقاط النظام فسوريا في هذا السياق ليست خارج هذا النسق الذي يسير في العالم العربي سيد محمد عبدالله ضيفي من واشنطن إذا كان لديك أنت تفسير عن انتقالنا من مرحلة مندسين يقتلون مدنيين لمرحلة جماعات مسلحة تقتل الجيش كيف ممكن نفسره؟ نعم سيدتي رواية السلطة رواية ضعيفة وهي لا تملك أدلة حتى ضيفك مرتين تهرب من الحديث عن أدلة أنا لا أكذب على الشعب السوري أنا أشاهد هذه الفيديوهات التي يشاهدها العالم أجمع في واشنطن وفي أوروبا وفي تركيا جيران الأتراك يشاهدونها ويشاهدها العالم العربي هناك فيديوهات الجنود يتصورون على جثث الناس الجنود يعني يبتسمون وهم يتصورون على الأشخاص الملقين على الأرض أما الحديث عن المروحيات مصورة هناك فيديوهات تم استخدام اللواء 63 في إدلب مطار تفتنازل عسكري لانطلاق المروحيات منه هذا كل مصور ومثبت بالفيديوهات أنا حتى الآن أتمنى وأتوسل للسلطة أن تنشر فيديو واحد عن مسلح واحد فقط هذه لا تملك السلطة أي دليل وإن كانت السلطة صادقة فتسمح لوسائل الإعلام أن تدخل وتصور اعتقال كل الإعلامين وطردهم من البلاد وإغلاق البلاد بهذه الطريقة لأن الدولة لا تستطيع أن تقنع بروايتها أي شخص حتى الأشخاص الذين يدافعون عن رواية السلطة عاجزين تجديهم مكبلين ومساكين أشعر بالشفقة عليهم عندما تجديهم في مأزق يعني يواجهون مذعيق الوسائل الإعلامية وهم لا يجدون جواب عن النقاط يعني أين أتت العصابات المسلحة لدينا 13 فرع أمني صلتنا ضروب من العذاب على مدى 10 سنوات في المعارضة كلنا أتقلنا وذهبنا للسجون وتنكيل ومحاكمات أين كانت هذه الفروع؟ من أين أتت هذه العصابات المسلحة؟ ما فيك تفتح محل تصلح أحذية كيشك تصليح أحذية وبيع فلافل على الصيف ما فيك بدون موافق من إدارة أمن الدولة ووجد كل هذه العصابات المسلحة مع كل كميات هذه السلاح استخفاف بعقول الناس بهذه الطريقة لا يفيد يا صديقي والناس ليست أغبياء ولا يمكن أن تصدق ما يحصل يعني اخذي مثلا ريم حداد مديرة التلفزيون السوري بالأمس تقول أن المواطنين الذين ذهبوا إلى تركيا ذهبوا لزيارة أقارب لهم استخفاف بعقول الناس بهذه الطريقة واستغباء المواطنين واستهبالهم أن المواطنين يستمعوا إلى سنة أربعة ألاف شخص خرجوا إلى تركيا كلهم لزيارة أهلهم أربعة ألاف وهي تقول إن هؤلاء هناك فيتشار عليها بالجاردين اليوم أنها تقول أن من خرج إلى تركيا ذهب لزيارة أقاربهم وذويهم هناك مدن تحاصر وتقصف في الدبابات هناك مقبرة جماعية بدرعة شاهدناها بالفيديوهات هناك عاطف نجيب الذي يقود العمليات في إدلب والغير معتقل وظيف غير صادق في كلامه هناك عشرات النقاط التي لا تستطيع السلطة أن تجيب عليها هناك فيديوهات وهناك أدلة ووثائق السلطة ترفض حتى الآن الاعتراف هي فشلت في إدارة التظاهرات وإدارة هذه الأزمة لأنها لا تعترف أصلا بوجودها خطاب الرئيس عن أي استجابة يتحدث استجابة السلطات لمطالب الشعب خطاب الرئيس نفى وجود مثل هذه التظاهرات وقال أن هؤلاء من دسين ومؤامرات ذكر كلمة مؤامرة ثلاثة عشر مرة بخطاب عشر دقائق هذه عقلية السلطة في سوريا للأسف لن نتحدث عن سلطة تقبل وجود هذه التظاهرات بعدين إذا كان هناك عصابات مسلحة عندي سؤال لماذا تم إزالة تمثيل حافظ الأسد من حمى ومن دير الزور ومن عدة مناطق في سوريا راح نتابع هذا الموضوع أيضا هذه تمثيل ليس هناك عصابات مسلحة أنا لا أشد على يد سيد محمد عبد الله حتى نكون واضحين سيد عصام تكروني لكن نحن نتابع كل يوم بيوم ما الذي يحصل والأخبار الرئيس السوري وصف الناس اللي خرجت في درعب أنهم جماعة من متيري الشغب بمعنى أنه لم يكن في اعتراف بأن هؤلاء لهم مطالب وحقوق ويطالبون بها دعونا نتوقف مع فاصل قصير نناقش بعده الخيارات التي ما زالت متاحة أمام النظام وربما أمام المعارضة أيضا أهلا بكم من جديد ونتابع معا بعد تسعين يوما على انطلاق الحركة الاحتجاجية تبدو الخيارات أمام النظام السوري للخروج من هذه الأزمة تضيق وتصبح محدودة الإصلاحات التي تحدث عنها النظام بعد أسابيع قليلة لم تعد الآن ترضي الشارع شعارات الإصلاح التي رفعت في بداية التحرك على سقطها الآن ليصل إلى المطالبة بسقوط النظام وإذا كانت حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها النظام سابقا لم تعد كافية بالنسبة للمحتجين هل هناك ما يمكن أن يقدمه لإقناع المحتجين ويعيد إنتاج تسوية بين النظام والمعارضة تبقي على الأول وتحقق طموحات الثانية وإذا كان الجواب لا ما الخيارات البديلة المطروحة أمام السلطات الحاكمة منذ بداية الأزمة في سوريا قبل تسعين يوما جربت السلطات حلولا مختلفة لم تفلح على ما يبدو في احتواء الموقف الذي يزداد تفجرا يوما بعد يوم فمنذ البداية لجأت السلطات إلى الحلول الأمنية فقتلت متظاهرين ووصفتهم بالمندسين أو المخربين ورغم أن هذا الخيار لم يفلح في ثني المتظاهرين بل وأثار انتقاد المجتمع الدولي إلا أنه ما زال خيارا معتمدا لدى السلطات السورية بموازات الخيار الأمنية دفعت السلطات السورية بإصلاحات كان التفكير في تحقيقها محالة إلا أن هذه الإصلاحات التي كان أبرزها رفع حال الطوارئ لم تجدي نفعا هي الأخرى بعد تفاقم الاحتجاجات وفي ظل استمرار تأزم الوضع الداخلي واندلاع الاحتجاجات في أكبر المدن السورية ووصول التظاهرات إلى دمشق وتمسك المحتاجين بإسقاط النظام وبدء لملمة المعارضة صفوفها وتوحيد قواها وجملة الاستقالات التي تقدم بها أعضاء في حزب البعث الحاكم احتجاجا على ما يجري من عنف ووجود مؤشرات على استياء داخل صفوف الجيش بسبب حملة القمع والحديث عن انشقاقات لجنود تبدو الخيارات للحل أمام النظام السوري محدودة إذ يخشى كثيرون من سيناريوهات عدة قد تتحول معها التظاهرات من شكلها الحالي إلى اعتصامات وعصيان مدني أو حدوث انشقاق عسكري كبير أو استقالات لوزراء وسفراء كما حدث في حالات سابقة في تونس وليبيا هذا بالطبع إن لم يتحرك المجتمع الدولي الذي ورغم أن رد فعله وصف بالمتواضع وانحصر حتى الآن بالتنديد وبفرد العقوبة على النظام السوري إلا أن تطوره الأبعد من ذلك هو أمر وارد رغم دعم الروس والصينيين لدمشق عودا لكم ضيوفي الكرام سيد صالح السعيدي الكاتب الصحفي الكويتي سيد صالح هناك من يرى بأن الخيارات لم تعد مفتوحة كلها أمام النظام السوري ما هي أبرز الخيارات التي يمكن أن تمارس الآن بعيدا عن استمرار الخيار العسكري واستمرار هذه الحالة من قتل المدنيين وأيضا من مقتل الجنود ورجال الأمن طبعا لابد من إشارة أن الظروف التي انطلقت فيها الثورة السورية أو التحركات الشعبية هي في ظروف سيئة مغارة بالدول الأخرى لم يحظى السوريون بما حظى فيه مثلا الليبيون أو المصريون لاحظي مثلا أن حتى موقف الغربي وولاية المتحدة كان واضحا وحازما من نظام حسين مبارك وهي دولة تصنف من دول الموالية للسياسة الغربية في المنطقة ولاحظي قارني الموقف الأوروبي الخجول والمتخاذل من عملية الإدانة أو التلميحات للنظام السوري وهو بين قوسين نظام ممانعة الدول الغربي عبر مؤسسات الدولية تحركت بسرعة في الملف الليبي وستمت دار قرار في خضون أول أربعة أيام صدر قرار إدانة للنظام الليبي وتحويل محكمة جنائية دولية هذا لم يحدث في سوريا السوريون يقدمون نظالا صعبا واستثنائيا لم تحصل لهم ظروف مثل ما حدثت لظروف دول أخرى ثانيا إضافة ذلك التعتيم الإعلامي المغلق حتى اليمنيين مثلا مع أنهم لم يحظوا بمساردة دولية في البداية إلا أن هناك كان في تغطي إعلامية وكان هناك مراقبة لاتصرفات الأمن والجيش اليمني هذا كله مستبعد من الحالة السورية السوريون يواجهون آلة القمع والدماء والقتل النظام السوري في فترة معينة لأنه يدرك أنه ممسك بأوراق كثيرة ممسك بالنظام العراقي مطلع على القضية اللبنانية وممسك بزمان مفاصل حتى على تشكيل الحكومة اللبنانية بالنسبة لإسرائيل على حدود إسرائيل وبالتالي هذه الأوراق وتردد الغرب فيه لأن إزاحة النظام السوري أو إحداث أي تغير في سوريا يستلزم جهدا كبيرا ومنسقا وعلى مستوى دول لكي يتم إعداد تائهة المسرح وتائهة الأرضية للشكل البديل لسقوط النظام السوري تعرفين أن النظام السوري متداخل في أكثر منه وبالتالي هذا التردد الغربي خصوصا في قضية أمن إسرائيل وأن هذا النظام يحافظ ببراعة وامتياز على أمن إسرائيل طيلة أربعين عاما هذا التردد فهمه النظام السوري لأنه ضوء أخضر في انطلاق في عملية القتل ولاحظي أنه لم يتدردد في إطلاق الرصاص يعني على جموع المتظاهرين السلمين وبل يلاحق حتى الجنازات هذا الأمر اختلف الآن مع البشاعات التي تحدث في سوريا التحرك الدولي سيجب النظام على مراجعة أوراقه أنا فقط أريد أن أسألك سيد صالح قبل أن ننتقل من هذه النقطة هل هو خوف على شكل المنطقة بعد النظام السوري أم أنه قلق حقيقي فعلا من قدرة هذا النظام على اللعب بهذه الأوراق التي أشرت إليها حضرتك لا أعتقد أنه لأن النظام السوري يدرك أنه لا يستطيع الآن في المرحلة الراهنة اللعب هو مرحلة الضعف النظام السوري فيها ضعف مراحله ولكن الدول الغربية في ضوء اختلفات بين الدول الكبرى لا تستطيع أن تضمن أن تمسك المنطقة بطريقة صحيحة الخوف من انفرات الأمور خصوصا أنها سوريا مطلعة العراق وبالتالي انفرات الأوضاع في سوريا مقابل انفرات الأوضاع في العراق وامتدادها إلى لبنان قد يؤدي لتفجير منطقة الدول الغربية العالم عاجز عن وضع تصور كونسبت لعملية رسم خريطة المنطقة من جديد ما بعد النظام السوري وهذا هو سر التردد إضافة إلى أن الدول العربية مترددة خوفا من أفعال النظام السوري صحيح وكل ما ذكرته وكل ما ذكرته إذا كان من يتوافق معك في هذه الرؤية يستغرب في الحديث بنفس هذا السياق عن مؤامرة دولية أو حتى من دول الجوار تحاك ضد سوريا وهنا أذهب لك سيد عصام التكروري ضيفي من دمشق ما هي البدائل أمام النظام السوري واضح أنه فكرة الإصلاحات بالقطارة إذا صح التعبير أو الإعلان عنها إعلان عن مرسوم من نوع ما دون التطبيق على الأرض ما عادي في الشارع السوري هناك محتجين يخرجون باستمرار في كل جمعة في شوارع في أماكن مختلفة في سوريا ما هي البدائل أمام النظام كيف سيتعامل مع هذه الأزمة طبعا تكيفك الإصلاح هذه تعبر عن وجهة نظرك ولا تعبر عن وجهة نظري بالضرورة وتعبر بالضرورة أيضا عن وجهة نظر ضيوفك الذين لا يريدون أن يروا في سوريا إلا ما تبثه بعض الخنوات طبعا أنت أحكي لي أنا مخطئة في موضوع الإصلاحات أنت قل لي أكثر من إرغاء حالة الطوارئ وليس قانون الطوارئ ثم الحديث عن العفو الذي خرج فيه أعداد قليلة من السجون ما الذي حصل في موضوع الإصلاحات في حوار وطني في لجنة لسه ما اجتمعت الناس لسه ما جلست الناس صحيح 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 طبعا أنا سأقول لك مسألة بغاية الأهمية في تقريرك عرضتي بأنه تم استبدال قانون الطوارئ بقانون الإرهاب وهذا أمر خاطئ لاحظي كيف أنتم تستخدمون لا تريدون أن تروا الأشياء كما هي موجودة على الأرض وإنما تخترعونها من عندكم أو بشكل يتوافق مع وجهة نظركم في سوريا لا يوجد هناك قانون طوارئ تم رفع حالة الطوارئ وتم معاقبة الإرهاب عملا بقانون العقوبات وهو أمر غير موجود حتى في الولايات المتحدة الأمريكية التي حتى هذه اللحظة يطبق فيها قانون طوارئ وفيها قانون مكافحة الإرهاب هذا من جهة من جهة ثانية الأستوشيت بريس وكلينتون قالت بوجود تنظيمات مسلحة وأنتم حتى هذه اللحظة مع العلم أن أمريكا دائما مرجعكم في كل ما تبثونه وفي كل ما تقولونه حتى هذه اللحظة لا تقررون بأن هناك تنظيمات مسلحة اليوم أستوشيت بريس وفرانس بريس والأل بي سي ومجموعة من القنوات العربية موجودة على الأرض في جسر الشغور واليوم تعرضت لكي تغطي ولكي تري للعالم من هم الذين يتحرقون في جسر الشغور اليوم تعرضوا إلى كمي مسلح والحمد لله لم يقع بينهم إصابات وسوف ترون أنتم وكل من يشكك بوجود تنظيمات مسلحة كيف تتصرف هذه التنظيمات المسلحة بخصوص الخيارات المطروحة الخيارات المطروحة أنا أؤمن بأن الإصلاح هو الطريق الحقيقي من أجل أن تخرج سوريا أكثر ديمقراطية وأكثر ممانعة من هذا المنطلق أنا أؤكد على ضرورة الحوار الوطني الشامل بين كل مكونات الشعب السوري من أجل الوصول إلى حالة مؤسساتية مهمة تؤسس إلى انتقال سلمي للسلطة وتجعل من صناديق الاقتراع هي الفيصل في من يحكم سوريا أما القول بخلق بؤر تبث الفوضى وتؤدي إلى الإطاحة بالدولة السورية هذا أمر أعتقد أنه لا يمكن القبول عنه لأن المستاذف هو سوريا في تصريحات تخرج من داخل سوريا سيد عصام التكروري يعني مثلا إذا كان فيك تفسر لي تصريحات التي قالت بأنه على مجلس الأمن أن يساعد في موضوع الجماعات المسلحة في سوريا وتصريح آخر للوزير الخارجية يقول بأنه على مجلس الأمن أن يبقى بعيدا عن الشأن الداخلي السوري كيف ممكن نوافق بين تصريحين على مجلس أنا سأقول لك لأنه عملا بمثاق الأمن المتحدة والمادة 52 منه وأتمنى على ضيوفك أن يعودوا على الأقل الدستور السوري أو لقانون لمثاق الأمن المتحدة قبل أن يتحدثوا في هذه القضية تقول بأنه لا يوجد في مثاق الأمن المتحدة ما يخولها لأن تنتقل أو لأن تتدخل في الشؤون الداخلية أما في خصوص الحديث عن مسألة سوريا وممانعة سوريا سوريا هي دولة ممانعة بدليل أنه لا يوجد على أرضها أي قطعة سلاح أمريكية ولا أي قاعدة أمريكية خلافا لما يقوله البعض وهي ليست محمية إلا من خلال شعبها وممانعة شعبها أما الأشخاص الذين يقولون بأن سوريا تحمي أمن إسرائيل فالأولى لهم أن يذهبوا ويتأكدوا كم هو عدد القواعد العسكرية الموجودة في بلادهم قبل أن ينعتوا الشعب السوري بأنه شعب يضمن أمن إسرائيل هذا من جهة من جهة ثانية كيف تفسرين سقوط أكثر من سبعمائة جندي وشرطي سوري هل هؤلاء سقطوا بمتعفار أطلقها عليهم من المتظاهرين السلميين سيد عصام التكراري ونحن لا نتحدث عن الإعلام الحقيقة أنا تخليت عن فكرة دخول الإعلام أنا نتحدث عن منظمات دولية طليب الأحمر منظمة العفو الدولية منظمة حقوق الإنسان أي جهة قادرة على إثبات أنا شخصيا أنا شخصيا مع دخول الإعلام المحايد لتغطية الأحداث في سوريا ولكن لاحظي عندما تدخلت العربية والجزيرة في اليمن دائما يتم التركيز على المظاهرات المناوية لعلي عبدالله صالح دون التركيز على المظاهرات المؤيدة له هذا من جهة من جهة ثانية البحرين تشتعل منذ أكثر من خمسة أشهر البحرين تشتعل منذ خمسة أشهر بفضل يقول لي اسمح لي ونحن كل جمع عندما يخرج علي عبدالله صالح يتحدث مع مؤيدين نبثوها على الهواء مباشرة في العربية أنت تبثين علي عبدالله صالح لتقولين أنه هو الضعيف ولكن لماذا لا تغطون المظاهرات المؤيدة له بالعلم أنني أنا معا خيار الشعب اليمن في أي طريق هذا من جهة من جهة ثانية إسمعي قليلا إسمعي قليلا إسمعي قليلا إسمعي قليلا إحنا ما عنا مصدر لأخر للمعلومة إلا أنت أو محمد العبدالله أو طالب إبراهيم هو شخص أخر مرارض سيدتي سيدتي البحرين تشتعل منذ ستة أشهر لماذا لا يوجد هناك أي خبر عن البحرين المظاهرات في السعودية لماذا لم تجري تغطيتها حتى هذه اللحظة أي مظاهرات في السعودية لم يسقط قتل بهذا العدد هذا لا يبرر لا لا سيدتي هذا لا يبرر أنتم تغطون المظاهرات في فرنسا ولا يسقط قتل لماذا لا تغطون المظاهرات غير صحيح وانت طلعت كثير عن الموضوع سيد لماذا لا تغطون كيف غير صحيح الشاهد هو موجود أنتم قناة غير محايدة هذه حقيقة يجب أن تعترف بها لذلك لستم مرحب بكم في سوريا نحن غير مرحب بنا نحن نعرف كل الإعلام غير مرحب فيه بسوريا لأن كل الإعلام بحسب الميثاق الشرف الإعلامي السوري غير مرحب فيه لماذا الـ LBC مرحب بها لماذا الـ LBC لا أريد أن أدخل في هذا الجدل لأنه أنا أذكر تماما سيدة أسامة تكروري أنه كنت معي ضيوف على بانوراما من قبل ثلاث شهور وأنت وغيرك تحدثوا عن الرغبة في إدخال الإعلام الحر والمستقل سيد محمد العبدالله أعود معك لما الذي يمكن أن يرضي المعارضات سيدة أسامة تكروري برغم كل هذا الغضب على وسائل الإعلام وكأننا نريد أن نسقط النظام السوري وهذا غير صحيح نحن نغطي معلومات فقط ونغطي حقائق فقط على الأرض ونستضيف كل وجهات النظر يقول الحوار الوطني الشامل هو الحل كيف يمكن أن يجرى هذا الحوار الوطني الشامل تصوركم لهذا الحوار الوطني الشامل سيدتي السلطة لا تزال تكذب على المواطنين تقوم بإنصاف الحلول العافو العام الذي أصدرته السلطة خرج فيه مجرمين أكثر بعشر مرات طيارة الناشط من حمص والذي اعتقل بسبب تصريح على التلفزيون لم يخرج الناشط وائل إحمادي والشقيق عبد الرحمن الذين يعتقلها رهينة عن نيابة عن المحامية رزان زيتون اللي يزالان معتقلان والمحامية متخفية لأنها مطلوبة لإجهزات الأمن نحن نكذب هنا في سلطة تكذب على شعبها وهذا الكلام الذي يتفوه به ضيفك يعني أنه صندوق الاقتراع تحدد هل وصل الرئيس بشار الأسد إلى السلطة إلى السلطة عبر صندوق الاختراع هذا السؤال الأساسي الفيديوهات واضحة قوات الأمن ليست فقط تقتل المواطنين قامت بحرق المحاصيل في إدلب وقامت بقتل الأبقار هناك عقوبات جماعية تفرض على المواطنين وتم الحديث عن حوار ونذهب إلى الحوار هناك استخفاف بعقول المواطنين لدرجة كبيرة عندما نسمع مثل هذه الشخصيات التي لا تمثل السلطة بالمناسبة عندما تتحدث هذه الشخصيات عندما تحدثت سميرة المسالمة وهي رئيسة تحرير صحيفة تشرين وشككت برواية السلطة عن مسلحين تنفصلها في اليوم الثاني من عملها بطريقات من مسؤول أمني من اللواء الزهر الحمد بجهاز مخابرات أمن الدولة نتحدث عن أي حوار نتحدث هنا أولا عن جولة الإعلام التي السهدفت تذكرني بجولة سيف الإسلام القذافي عندما أخذ الإعلام الغربي أخذهم إلى أحد أحياء طرابلوس وقالوا من هذه البلد لا يوجد شيء وكل المتظاهرين قاعدة سيد محمد العبدالله الإعلام العربي ليس عاجب ولا أحد من داخل دمشق تفسيرك لماذا يخرجون على وسائل الإعلام أيضا يطلعوا على شاشة العربية وتحدثوا ويقولوا علنا بأنه لا يعجبوا شغل العربية وأنا متحدث عن محطة علينا فقط أن نحضر تلفزيون دنيا الذي يخبرنا عن مظاهرات تجري ضد حمد بن جاسم في قطر ومظاهرات تجري في مزنبيق ولم نسمع بها ولا ينقل أخبار سوريا حديث عن الممانعة لم يتهم الشعب السوري بأنه يحمي حدود إسرائيل رامي مخلوف من قال ذلك ابن خار رئيسك هو الذي قال ذلك أنه أمن إسرائيل من أمن سوريا والحفاظ على النظام السوري هو ضروري لأمن إسرائيل بعدين 700 جندي وشرطي سيدتي هناك انشقاقات لضباط وجنود وهم يرفضون إطلاق النار على المواطنين وهذا أصبح متبت بعشرات الفيديوهات رواية الإعلام يكذب شهود العيان يكذبون أهالي المدينة يكذبون عندما نزح الأهالي إلى خارج البلاد إلى تركيا هم يكذبون طيب ماذا عن الجنود الذين شاركوا في مثل هذه العمليات ثم نزحوا إلى خارج سوريا وتحدثوا هذه الروايات هل يكذبون أيضا مشكلتنا أنه لن يصدقوا حتى لو أتى بعدين أين هو الرئيس السوري الذي يتحدث عنه أين هو الرئيس السوري هل بشار الأسد في سوريا لماذا لا يجيب على الأمين العام للأمم المتحدة يعني خمس مرات على الهواتف ومنذ ثلاثة أيام الرئيس بزراء التركي لا يجيبه أرجوك استضيفي الرئيس الأسد إن كان هذا يسلج صدورهم كما استضفت الرئيس اليمني الرئيس الأسد مختفي أو متخفي أو غادر البلاد أو لا يقود الأزمة الحقيقة هو التهمنا بأنه استضفنا الرئيس على عبدالله صالح حتى نبينه ضعيف يبدو أنه لن يجب أن نطرح أي سؤال لا يتفق مع هواء الآخرين سيد محمد العبدالله شكرا جزيلا لك سيد عصام التكروري شكرا جزيلا لك سيد صالح السعيدي شكرا جزيلا لك نهاية فانوراما إلى اللقاء شكرا جزيلا لك